أثار غياب المصور الصحفي معتزع زيزة حالة من القلق لرواد السوشل ميديا وده طبعا بعد القصف العنيف على غزة واتمنوا متابعينه أنه يكون بخير خصوصا بعد حالات استهداف جيش الاحتلال للإعلامين والصحفيين اتصدر الإعلامي واقل الضحضوح الترند مرة تانية خلال الأيام اللي فاتت وده بعد الإصابات الخطيرة اللي اتعرض لها طبعا مسيجة القصف الإسرائيلي الوحشي على محيط مدرسة فرحانة بخان يونس واللي كان موجود فيها هو وعدد من المرسلين الصحفيين وكمان الإعلاميين فيديو تصريحات واقل قدر أنه يحقق ملايين المشاهدات على السوشل ميديا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا الجزء اللي كان بيحكي فيه عن استشهاد زميله المصور سامر أبو دقة